نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة ألف دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم شدد المركز على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها والخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول مضحاً أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة ألف دولار لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة وإنما يختص بدواب التقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية